انا شوي متأخر عن هاي القصة بس سمعت عنها من جديد في تيك توكر مشهور يعني مشهور بشغلة انه قاعد بيعلم الناس كيف يحكوا انجليزي التيك توكر هذا عربي وبيعلم الناس كيف يحكوا انجليزي لانه هو مع جواز الامريكي وبيعرف يحكي انجليزي منيح التيك توك ستاعته جدا عادية واحد قاعد بيعلم اللغة هاي فلما انت تشوف اللي حساب بتاعه ما راح تفكر فيه باي فكرة من اللي هلأ راح احكيهم من الاشياء اللي هو جد بيسويها مستحيل تحكي انه هذا يا اخي بيؤتو البنات هذا اكيد بياخد بنات وبيعذبهم مستحيل هيك تفكر فيها بهاي الطريقة بس طلع انه جد هيك بيسوي وهو عايش بمنطقة كمان راقية فالمنطقة هاي ما بيصير فيها مشاكل ما فيها من هاي القصص وبالاخر طلع بيعمل هذا الشي وبيستخدم كمان الشهرة تاعته بيستخدم الشهرة تاعته بانه يجيب بنات عنده البنات على اساس بدهوا يعلمهم ولا انه بيحب هاي البنت وبده يطلع معاها ديت ومن هذا الكلام بيطلعوا مع بعض بعدين بيحكي لها تعالي نرجع مع بعض البيت بتروح عنده البيت بيصير اللي بيصير بيعمل فيها يعني كتير اشياء وبالاخر بيؤتو لها وبس يؤتو لها برمي جثة هاي بالصحرة انصدمت جدا من هاي القصة وانصدمت كمان من ردة فعله لما ممسك شو قاعد يحكي للشرطة مبين انه هذا الانسان ما بتفرق معه ابدا مش عارف اجبها لكو ازاي ده سفح التجمع خريج الجامعة الامريكية بصاحب المحتوى التعليمي على تيك توك عنده حوالي 650 الف متابع كان بيصد حياتهم من البنات السقطات وبعد ما يخلص منهم طبعا عن طريق شرب مخدر حتى الخلاص خالص مش عايز اقول عشان بيقفلوا الفيديو بيرميهم في الصحرة جات الامنية اكتشفت اربعة لغاية دلوقتي اربع ضحايا هو نفسه لغاية دلوقتي مش فكر عدد الضحايا ما زالت التحقيقات مستمرة ودارس كمان جامعة عنده شهادة من الجامعة وبالاخر طبع بيعمل هيك بالبنات هو معظم البنات اللي بيستهدفهم هما البنات تعون يعني الليالي فاهمين انتوا اي بنات البنات تعون اللي يعنيها دول البنات فاهمين علي انتوا خلاص بيجدرون انضلنا نحكي بهذا الموضوع المهم بياخد هاي البنات اللي بيعمل معاهم هاي الاشياء وبعدين بس يخلص بروح بيقتلها او من البداية بيبدأ تعذيب فيها بيعذب فيها وبصور هاي الجرائم كلها مصورة اتوقع بصور هاي الجرائم عشان يبيعها يبيعها بمواقع اللي هو الدارك ويبو من هاي الاشياء هناك بتبيع هاي الفيديوهات بمبالغ جدا عالية لانه هناك في ناس مريضين بحبوا يحضروا هاي الاشياء وبيدفعوا مبالغ كتير عالية معظم هدول اللي مريضين بيحبوا هاي الاشياء بيكون معاهم كتير فلوس مش عارفين شو يعملوا بالحياة عندهم كل اشي فبصوروا بيفوتوا على هاي المواقع وبصوروا بدهم يشوفوا هاي الاشياء اللي تعذيب ومتعذيب ومن هاي الاصص 26 مايو 2024 حصلت الشرطة أربع جثث بنات مرمية في أحد الطرق الصحراوية بعد التعرف عليهم والتحقيق رصدت كاميرات المراقبة البنات وهم كلهم يدخلون أحد الشقق في القاهرة وما يطلعون منها نهائيا صاحب الشقة اسمه كريم ولاحظت الشرطة أنه دائما إذا طلع من الشقة ياخذ معاشه نتسفر الشرطة مسكتوا بهاي الطريقة كل ما يطلع من البيت معاشن تتسفر أكيد مش رايح يسافر كل يوم فاهمين علي فعشان هيك شكوا بهذا الأمر والبنات بدخلوا من عندهم ما بيطلعوا بيطلعوا بيش أن تتسفر فحكوا أكيد هذا اللي هو اللي قاعد بيقتلهم هذا قاعد بيقتلهم وبرميهم بالصحرا لهلأ لاقوا بس أربع جثث أربع جثث اللي هم لاقوهم وتأكدوا أنه هو آتلهم بس هو آتل أكتر من هيك بكتير وردوا على هذا الموضوع لما سألوا الشرطة أنت كم واحدة آتل كان جدا غريب الرد كان أنه أنا ما بعرف يمكن أكتر من عشرة ما بعرف كم واحدة آتلي يعني زيك أنه هو كمان فخور بهذا الشيء فخور أنه بيقتل هدول البنات فخور أنه هيك بيعمل فيهم ومش عارف العدد مش عارف كم واحدة آتل لهاي الدرجة هو آتل بياخد هدول البنات زي ما سمعته على أساس أنه تعالوا عندي عشاء أبناً انبسط وبالآخر بيصير اللي بيصير بيصور كل هاي الأشياء الغريب بهذا الموضوع أنه سوى هاي الشغلة كتير وما مسك إلا بعد ما سواها كتير كتير وأكيد لو كان حريص أكتر ما كان ممسك وهذا الشيء اللي بيخور فيه ناس ممكن قاعدين بيعملوا هذا الشيء ولهلا مش من مسكين بس هو ممسك بسبب الغباء تاعه لأنه البنت بتدخل الشقة بتطلع بشنتة سفر فاهم كيف بيطلع ما بتطلع بنت بيطلع هو بشنتة سفر فهي شنتة السفر هكيد رح يكون فيها البنت وعشان هيك يمسكوا لأوا الجثث مرمية بالصحراء يعي صار حتى ما تفرق معه آخر فترة أنه خلص صار يحطهم هيك الشنتة البنات يرميهم بالصحراء خليني بدي أتخلص منهم لهاي الدرجة هيك ما عنده قلب أبداً وبالتك توك مش مبين زي هيك أبداً مبين الإنسان هذا محترم قاعد بيعلم إنجليزي ما فيه أي إشي أبداً أنتو شفتو قبل شوي الفيديو اللي ورجعتكم إياه عم بيعلم إنجليزي عادي رح أورجيكم كمان هلأ فيديو كمان شوي هو قاعد بيعلم يعني الكلام تاعه جداً عادي ما بيبين من ملامح وجهه من منظره أنه هو هذا اللي بيؤتل بنات ومجرم ما نبين عليه هذا الشي أبداً بيهتم بحاله الولد بس سبحان الله في ناس زي هيك يعني زيه بيحبوا هاي الأشياء بس ما بيبين عليهم بيعملوا هاي الجرائم وما بيبين عليهم ممكن الهدف تاعه أنه هو بيحب يعمل هيك إشي بيحب يعذب البنات ممكن الهدف تاعه مصاري أنا ما بعرف شو بالضبط الهدف تاعه بس أتوقع يعني توقعي أنه هو جد بيحب يعمل هاي الأشياء بيحب يعمل هاي الأشياء ويصورها وبنفس الوقت بيستفيد منها اللي هي شو افلوس بروح بيبيع هاي الفيديوهات على المواقع اللي هي الدارك واب ومن هذا الكلام وتوقعي هيك لأنه لما سألوه بالمقابلة لما الشرطة سألوه كم واحدة أنت آتل ما حكى لهم أنه أنا بس هدول اللي قتلتهم وأنا كتير ندمان على هذا الموضوع بالعكس يعني حكى لهم أنه والله ما بعرف أكتر من هيك أنا آتل آه وحتى ما بعرف العدد مبين عليه يعني أنه هو أبدا مش ندمان على هذا اللي سواه وما عنده أي مشكلة لو ضلوا بره رح يكمل هاي الجريمة ما بين للشرطة أنه هو ندم على هذا الاشي اللي سواه خلص عارف حاله أنه هو هيك وعارف أنه هو بحب هاي الأشياء ومتقبل هذا الموضوع وكمان بيحكي للشرطة هذا الكلام أنه أنا هيك خلص أنا آتل كتير وما بعرف كم أصلا عددهم كم القبض على كريم وينفتشوا جواله لقوا مقاطع مصورها بنفسه في شقته للأربع بنات الضحايا وهو يعذبهم بعدها اعترف كريم بجرائمه وبدأ يقول لهم القصة كريم كان مجهز غرفة عازلة عن الصوت ويستدرج للبنات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد كده يربطهم بحبال ويضربهم بالصوت ويعذبهم ثم في الأخير يعتدي عليهم جن ثنتين بالبنات خنقهم حتى فارقوا الحياة والثنتين الباقيات كان يعطيهم جرعات عالية من المتخدرات حتى ماتوا ولما يخلص جريمته يجمع الجثث في شنط السفر ويحطهم في سيارته ولازم هو في الطريق يوقف وياكله وجبة فسيخ ثم بعد كده يرمي الشنط في أحد الطرق الصحراوية بيوقف كمان بياكل فسيخ بس يخلص الجريم متاعته لهاي الدرجة هو مرتاح نفسيا بعد ما عمل هذا الاشيي أنا خلص لا أتأكدت هلأ من بعد هذا الفيديو أنه هو بيعمل هذا الشيء لأنه هو بيحب يعذب البنات بيحب هاي الشغلة بيحب يصور هاي الأشياء ويتفرج عليها الإنسان هذا مريض نفسيا منيح أنه مسك وفي ناس كتير زي هيك في ناس لهلأ بيعملوا هاي الأشياء ومش من مسكين في ناس بروحوا بيشتروا هاي الفيديوهات ومش من مسكين بيدخلوا على الدارك واب وهالأشياء وبيعدي يشتروا هاي الفيديوهات هادول الناس جدا غريبين شو اللي بيخليهم يحبوا يحضروا هاي الأشياء شو اللي بيجذبهم وبيعطيهم السعادة لما يحضروا بنت قعد بتتعذب ولا ولد قعد بتعذب أنا صراحة بنصدم كيف هادول البشر موجودين أكيد في عندهم قلتش بالمخ القلتش هاي بتيجي من أول ما نخلقوا ما أتوقع انه بتتطور هاي القلتش يعني لازم تيجي وانت فيك هاي القلتش بمخك وخلاص بتصير من هذا النوع من الناس اللي بتحب هاي الأشياء عامل حاله طبيعي يعني مااخد هاي الشخصية بالإنترنت إنه هو الطبيعي هو اللي بيعلم الإنجليزي بس هو أبدا مش طبيعي الإنسان هادا زي ما حكتلكم فيه قلتش بمخه من أول من خلقه هو موجود فيه هاي القلتش اللي حساب التك توك تاعه طبعا تسكر هاي الناس بنزل الفيديوهات تاعته القديمة حسابه بالتك توك تسكر كل إشي بالسوشال ميديا عنده تسكر وحاليا هو مسجون أكيد رح نينحكم عليه يا أما بالإعدام يا أما مؤبد واحدة من هدول التنتين مستحيل يطلع من السجن بكل سهولة في فيديو تاني كمان بدي أورجيكم إياه بيحكي عن التفاصيل أكثر لما الشرطة عملت مع المقابلة ما بتذكر عدد النساء التي قمت بقتلهم هذا كان جواب سفاح التجمع له القاتل المتسلسل اللي تم كشفه مؤخرا في مصر لما نسأل عن كم عدد الجرائم اللي ارتكبتها أنت يقول ما يتذكر هاي الشخصية اللي قاعدين تشوفوها حاليا اللي هو كان تيكتوكر ويعتبر مشهور وكان عنده حساب عليه تقريبا 600 ألف وبيعلم الناس هو مصري وعنده جنسية أمريكية تم إلقاء القبض عليه مؤخرا بسبب ثلاث جرائم كان يقوم باستدراج النساء الكمباوند أو المجمع يمارس معهم الرذيلة يعطيهم مخدرات ثم بعد قتلهم كان يقوم برميهم بالصحراء طبعا هذا الشخص كان يستهدف بنات الليل عمره 37 سنة طبعا وكان يسوي كل هذا عن طريق حسابه اللي موجود على تيكتوك بيستخدم الشهرتاته عشان يجيب هدول البنات بنات الليل خلينا نسميهم بنات الليل زي ما هي حكت بنات الليل يعني هاي الشغلة أصلا جدا سيئة من كل النواحي وغير هيك بتعرضي حالك يعني لهاي الشغلة لبنات الليل بنات الليل هدول بيعرضوا حالهم لهاي الأشياء لأنه حتى لو صار لهم إشي عادي جدا ما حدا يسأل عنهم هدول بنات الليل بيكون يعني أهلهم متبريين منهم ما عندهم كتير صاحبات الشباب اللي بيمشوا معهم بيمشوا معهم لهدف انتوا عارفين شو هو الهدف فخلص بيكونوا تقريبا يعني زي كأنه مش موجودين بالحكومة ما عندهم أوراق زي كأنه هيك نملة بالشارع فهمين كيف لأنه الكل متبري منهم ما حدا بيفتخر بأنه هو بيعرفهم أو هو صاحبهم فبنات الليل بيعرضوا حالهم كمان لهيك مواقف أنا ما بحكي إنه بيستاهلوا هذا الإشي اللي بصير صاح أنه اللي هو ما عندهم بيسووا إشي جدا غلط بس طبعا ما في أي إنسان بيستاهل هيك يصير فيه ييجي ينحبس بالبيت وهو ما بيعرف يعد يتعذب يتصور وبعدين يموت ينقتل بس شغلة بنت الليل ما حد بتقبلها لا عندنا بالعرب ولا بالأجانب الأهل بتبروا منها فلما يصير هذا الإشي فيها للبنت ما حدا بيسأل عنها وعشان هيك هو بيستهدف هاي البنات لأنه عارفهم أنه هدول ما حدا بيسأل عنهم وهدول لو سويت فيهم هاي الأشياء رح أطول أكتر وأقدر أستدرج أكتر من وحدة وزي ما صار بالضبط استدرج كتير بنات وما حدا داري عنهم ينقتلوا وخلص الناس مش فرقة معاهم منه آه وين هاي يا زلم آه هاي مش موجودة آه خلص طنش الموضوع ولك إنه موجودة بالحياة زي كأنه نملة واختفت خلص ما بتفرق معاك يعني لو حيوان كان عند العيلة كلب ضاع رح يروحوا يسألوا عنه ويدوروا ويقلبوا الدنيا عليه بس لأنه هاي بنت الليل بيكون أهلها متبريين منها ما عندها صحاب ما عندها أي شي هو طول بهاي الشغلة وبيستهدفهم لهذا السبب عشان عارف أنه ما حدا أبدا بيسأل عنهم وحيقدر يطول أكتر بهاي الجرائم اللي بيسويها يعني يحكو معهم مع أنه مشهور بيستدرجهم لما سألتوا الشرطة كم عدد النساء اللي أنت قمت بقتله صار يقول ما بتذكر يعني هو ألقي عليه القبض بسبب ثلاث جرائم مكشوف الله أعلم كم العدد وحتى قالها بطريقة مش مهتم قاتل متسلسل سادي وكان كل مرة يخلص جريمة القتل تبعته يروح وياكل وجبة سمك يعني بتذكرني فعلا بالقتل المتسلسلين الأمريكان تيد باندي كان برضو التارجيت تبعه فتيات الليل وأتوقع أنه هو متأثر بشخصية هذا القاتل وأتوقع أنه تيك توك حضروا حسابه ولكن لما تشوفوا مستحيل تقولوا هذا قاتل متسلسل الضبط شكله جدا جدا طبيعي مستحيل واحد يشوفه يحكي هذا مجرم مية بالمية يتأثر هو كمان زي ما سمعته بهذا القاتل موجود بأمريكا في ناس زي هيك بتأثروا بشخصيات في ناس مثلا بتأثروا بتعون الأغاني مغنيين في ناس بتأثروا بممثلين هذا متأثر بإشي جدا جدا غلط بس بتكون أكيد فيه هاي الشغلة من أول ما ولد هو بيحب هذا الشي في ناس بيمولدوا بهاي الطريقة اللي بيكون عندهم اللام وبالاء ما بتفرق معه مثلا إنه يعذب حدا يضرب حدا ما بيجي أبدا تأني بالضمير زي ما حكيت لكم بيولد فيه جليتش بمخه فالجليتش هاي مع هذا القاتل اللي قاعد بيحضره وهو خلاص متأثر فيه دخلوا مع بعض وكونوا هذا الشخص يلي قاعد بيعمل تيكتوكات على أساس بيعلم إنجليزي وبنفس الوقت مجرم جدا كبير انتبهوا كتير يا بنات ويا شباب كمان مو بس البنات البنات والشباب انتبهوا كتير مش أي حدا يحكي معاكم آه تطلعوا معاه مش إنه تروحوا بيته انسوا يا اخي شغلة تروح بيت أكيد هاي شي يعني مليون بالمية لا تسوي هذا الاشي لو واحد ما بتعرفه منيح منيح بس إنه حتى تطلع معاه تطلع معاه بالسيارة تطلع مع واحد بالسيارة تروحوا مع بعض على حديقة عامة على أساس انتبهوا من هاي القصص ما تثقوا هيك بأي حدا بسرعة بيوم وليلة ويلا بدي أطلع معاه اوه هذا حلو انتبهوا لأنه زي ما انتوا شايفين هذا الانسان شكله جدا طبيعي وبالآخر طلع التيل أوتلة وبس هذا هو الفيديو لليوم حبيت أحكي عنها هاي القصة صح إني شوي متأخر بس حبيت أحكي عنها لأنه شايفها كمان هلأ كتير طالعة ترند قصة هذا التكتوكر اللي على أساس هو تكتوكر بريء بس طلع آخر شي بيؤتل للبنات ونشوفكم على خير فأمان الله